تنموياً دائماً استطعت كاميرا النهار أن تصل لمنطقة جواران بشارف بولاية الجلفاكة ولقناة تلفزيونية تنقل انشغالات السكان الذين يعتمدون على الحطب لمواجهة المناخ الصعب زيادة عن العزلة التي أحكمت قبضتها على القرية نتبع المزيد مع كريم يحيان نتيجة موقع منطقة جواران بشارف يلجأ عم عبد العزيز إلى الحطب لمواجهة موجة البرد القارس والتي ستشتد مع فصل الشتاء في غياب الكهرباء ونقائص أخرى عدنا مدة شهر راكم تشوفوا فينا نعافروا في الحطب نوجدوا فيه الشتاء جاينة البرد أكثر من ذلك رانا في مدة شهر رانا منطريق معزولين لجهة منطريق حالا والتري سيتي هيكبره مكانش والقسم هاهم فتحوها الناش والفراجات هاهم سكرة هذا قسم منجز منذ عام إلا أنه لا يزال مغلقا فيما تشكل وضية الطريق هاجسا آخر لسكان المنطقة قناة النهار كانت أول قناة تصل إلى منطقة جوران بالشارف على أمل استماع المسؤولين المحليين لصرخات هؤلاء السكان الذين يعانون العزلة والتهميش